الحمل واضح انه هو مر بصروف قصية الفترة اللي فاتت والنهاية كانت نهاية مقلمة مقلمة شديدة الالم يعني زي ما تقولوا كده ايه جابت جابت اخركو يعني اللي هو مفيش بعد كده قلم شديد 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 حلم من الممكن تكون فيها غدر حصل غدر حاس ان هو تغدر به الضربة ضربة جديدة حصلت ضربة جديدة خلتك افقاد التوازن على اقل تقدير الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما يعني حاجة فضيعة حاجة شنيعة لكن واضح ان الحمل صبر صبر هو انت حمول يا حمل فعلا على اسمك انت متحمل كتير جدا متحمل قلم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده او الطعمة اللي جات لك دي وممكن تكون جات من كزا جيهة مش من جهة واحدة لكن انت صبر استني حاجة مستاني بقى ان شاء الله انه ربنا يعود الظلم اللي حصل ده ويرد يرفع عنك الظلم ده او يرفع عنك الابتلاء ده صبرك واضح واللي بيصبر اكيد بينول اكيد وما فيش حق عند ربنا بيروح يعني ايا كان بقى اللي حصل ده الطعنة دي بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا حيردلك حقك باذن الله شايف انك انت قررت تبعد عن المشاكل وتديها ظهرك خلاص اللي يحصل يحصل زي ما تقول كده ايه قررت تدي ظهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها وانا يعني اقايت ده جدا خلاص في حاجات معينة مشاكل معينة كده بتوصل ايه خلاص ملهاش حل هتعمل ايه اديها ظهرك ومشي اه واضح كمان ان عندك اعباء وعندك مسئوليات شديدة جدا وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لما كان اهدى وما كان اكسر امام او اكسر ايجابية فانت فعلا بالفعل بتعمل ده ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة جدا وشكل الحالة التقلب والمشاكل دي انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكلة هو ده هو ده اللي انت محتاج تعمله اديها ظهرك ومشي ان شاء الله رايح لحتة احسن بكتير اه king of cups اه شايفه قدامي اه سوري night of cups في مشاعر بتحصل من اما منك او او من شخص قدامك يعني انا شايفه انه في حالة approach حد لا هو حد بيقرب لك بمشاعر اه فيها حب اه خطة بطيئة شوية ما هيش سريعة الخطة بتاعته فيها تقامل شوية انما في حد بيقرب منك ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش ممكن يكون في حد ابتدى يقرب منهم اه زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده بيحاول يقرب منكم اه بيحاول يساعدكم او يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب اه للناس اللي اه اللي مرتبطة بالفعل ممكن يكون شركهم بيعمل كده بفعلا وبيحاول انه هو يهون عليهم وياخد بيديهم اه حاجة حلوة جدا جدا اه شايفه فلوس بتجيلك من شخص كبير ممكن يكون اه ورث او اب او ام بيساعدوا بيمدوا ايديهم بيساعدوك فيه شخص بيمد ايد العون لك حد اكبر اه ممكن يكون زي ما قلنا اب او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس لان الحالة المدية عندك كمان واضح انها طلع نزلة واللي جاي رايح مش عارف تجيبها من هنا تبوز من هنا تجيبها من هنا تبوز من هنا ففيه حد هيساعدك وحياخد بايدك ان شاء الله اذا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل كويس جدا باذن الله ان شاء الله هتقف على رجلك انا شايفها قدامي قوة اهو كينج اوف سوردز ام تعالى 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 ولد ال بتاع انت تكل على الله تكل على الله ام قوة هتبتدي تقوي حمل والضربة اللي ما بتموش بتقوي وانت مية في المية مية في المية هتقوي ما شاء الله قوي وحتبطي تاخد قرارات مهمة وهتكون جامد لق هتوري بقى وش جامد تعرف تصد بيه الصدمات اللي عماله بتحصل فيك دي حتقوى جميل جدا والظلم اللي حصل ده بإذن الله هتبتدي يا إما حيترد بالفعل بسرعة شديدة جدا أو حيتبن بوادر إن الظلم ده حيترفع من عليك Justice is going to be served أو ممكن يكون عندك حاجة قضية حاجة في القضاء حاجة في الحاجات دي إن شاء الله ربنا حينسفك فيها وهتخرج منها بإذن الله منتصر لما هتحس بقوتك وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور وتبتدي تقول لأ مش أنا اللأ هتبتدي بقى إيه يجي لك الموتيفيشن فرص هتبتدي تظهر قدامك أو ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وإنت هتعرف تستغلها إن شاء الله كويس جدا 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 صحيح ممكن تزود أعدائك وتزود مسئولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك إنما هتعملها بطموح هتعملها بروح إيجابية بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد هنجح يعني هنجح دي طاقة نجاح إن شاء الله عندك كلها الساحر الساحر مع العصى والسيف والدرهم والكاس أنت عندك كل الأساليب اللي ممكن توصلك للنجاح السيف القوة الدراهم الحلل المادية أو الشغف أو الرغبة في الوصول للحلل المادية الأحسن عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي الكوبات والعصى تحمل المسئولية والصعاب إن أنت تعرف تتحمل الصعاب هتستعمل كل الأدوات اللي في إيدك دي إنك تحول أي حاجة قدامك للنجاح فأرجوك يا حمل لو أنت فعلا وإنا شايف كل الناس ما تقولي إيريا صح الطعنة اللي أنت أخدتها دي أو الغدر اللي حصل دي أو أين كان الألم اللي جابك أرضا ده طرحك أرضا ده أنت حتتغلب عليها إذا ما كنت الشكلة دي تغلب عليها فعلا اجمد أهو اجمد بصوا king of swords الشاي السيف وقاعد ملك ولا يهمني أنا بتعلم من أخطاء أنا بعرف ناس على حقيقتها علشان أعرف بعد كده قيم النصح فمش عايزك تقلق المتاعب أو الحمول اللي عليك المسئوليات اللي عندك دي حاول إنها تخففها شوية لأن هي فعلا تزيادت عليك الفترة دي حاول تأجل حاجات حاول توزع مهام شوية لأن عندك أعباء أو ممكن تكون عقبات كتير شوية فحاول أن أنت تطلب المساعدة بس المساعدة جاية المساعدة جاية لك من الشريك بإذن الله بيمد إيده ليك بالمساعدة معنوية حتى لو كانت ممكن تكون مادية زوج بيساعد زوجة بتساعد في حد بيمد إيده ليك إن هو يساعدك تعدي إن شاء الله الأزمة دي وبتعدي إن شاء الله معدي خلاص ارمي ورا ظهرك ارمي ورا ظهرك كل فترة إن شاء الله جايلك حاجات كويسة البداية الجديدة مش ظهرة قوي لكن أنت أنت بترسم لها أنا مش واضح عندي بداية جديدة إنما أنت على بتاخد خطوات إن أنت تروح لها أجمد يحمل الحمد لله كويس جدا يوسف بشكرك الصعب عد خلاص الحمد لله عد خلاص الحمد لله وعديته وعديته يعني آآ متمسكين وكملوا بالتماسك ده لإن إن شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح بإذن الله يلا نشوف الحدى العطفية بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله آآ تماما ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بصوا حبيبي أنا شايفة حالتك دلوقتي إيه حمل أنت في حالة حيرة جديدة محتار يعني أنا مش عارف أنت محتار في إيه يعني محتار مش عارف تعمل إيه انت واضح أنت مش عارف تعمل إيه آآ نفسك آآ نفسك تقدم للشركك حاجة عايز تقدم له حاجة عايز تقدم له حب عايز تقدم له مشاعر آآ تقدم له مساعدة تقدم له عرض تقدم له حاجة الحمل عايز يقدم حاجة لشريكه وشايف شريكه إزاي آآ الحمل شايف شريكه بيتغير أو مسافر بعيد شوية آآ أو شايفه بمتصر شايفه في حاجة يا إما بيتغير يا إما بيسافر يا إما منتصر في حاجة حصلت له عنده طاقة انتصار شوية آآ الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية بمعنى ممكن تكونوا مش بتصرحوا بعض بحاجات آآ ومش بهدف ان انتوا بتخبوا لأ بهدف ان انتوا في حالة كتمان ان كل واحد شايل في قلبه اللي مزعله وساكت ما بيتكلمش عنه ففي حالة من الحاجة المستخبية فاهمين قصدي آآ وحاجة فيها لهو ايه مفوضين أمركم لله كل مفوض أمره لله وما بتتكلموش أو حد فيكم ما بيتكلمش زي ما تقولوا مش عايز تشايله همك يمكن تكون حسناه مش هيفهمك أو كده فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت أو ممكن يكون كمان ده الطرف التاني آآ شريكك بقى حالته عاملة زي شريكك متكتف بمعنى مش عارف يساعدك مش عارف يعملك حاجة متكتف اولا هو مش فاهم مش شايف القلم اللي انت فيه لان انت مخبيه بس هو حاسس اني فيه حاجة بس ايه هي الحاجة هو مش عارف مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه آآ نفسه في ايه نفسه يساعدك نفسه تتلموا لو انتو لسه مرتبطوش نفسه في ان انتو ترتبطوا وتبتدوا عيلة جديدة لو انتو مرتبطين قرى دي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومتربطة ويعني قريبين جدا من بعض ده اللي نفسه فيه شريكك شايفك ازاي شايف حالتك هو شايفك كشفك مظبوط انت متبهتل متبهتل قلم شديد شديد يعني فوق الوصف بس مش عارف يعمل لك حاجة زي ما انتو شايفيني واقف مش عارف يعمل لك حاجة دلوقتي في حالة صبر حالة انتظار آآ حالة تقييم الموقف بتحاولوا تقوي تقيم الموقف بعدين شايفه فرح ده يعني يعني الناس ده ما ارتبطوش اللي لسه فيه يعني بياخدوا خطوات الارتباط الرسمي ممكن يكون ده اعلان خطوبة او اعلان حاجة فيه انتصار على حاجة لو كان ظلم واقع عليك بإذن الله هتحتفلوا بانتصار والناس بتبارك وانتو زي ما تقولوا الروح بترجعلكم كده حاجة بسم الله ما شاء الله جنيلة جدا وبعدها بإذن الله يا رب يا رب ان شاء الله يعني والله اعلم اتنام زواج بالفعل الناس اللي مستنيه حمل ان شاء الله في حمل كارت ده جميل البداية جديدة جاية يا جماعة اهي كلام ده في حوالي شهرين كمان مشاعر جديد هتتحسوها الدنيا هتلطف بقى وانا بقول ان الكارت ده يا جماعة دي ايد ربنا اهي ايد ربنا بتتمدلك الامنية اللي انت عايزها او الحاجة اللي انت مستنيها ان شاء الله هتحصل في حاجة كويسة جدا جدا هتحصل لان بعد المصيبة دي المصيبة دي ان شاء الله ايد ربنا بتتمد لازم ولا بد مفيش كلام بإذن الله في حاجة كويسة نصيحتي ليكم يا حمد شريكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك ازاي لان هو مش فاهم فياريت لو تقدر تفاهمه انا عارفة ان فيه اوقات معينة الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر القلم يعني القلم بيزيد قوي بيبقى شديد قوي او الصدمة بتكون شديدة قوي بيقى مش قادر يتكلم ولو فرضنا ان الصدمة دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيبقى مش عايز يتكلم معي بس ما بنصحكم ارجوكو حاولوا تتكلموا وتقولوا لجواكم عشان الشريك يحاول يساعد لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف وانت جواك مشاعر عايز تبقى ينهاله بس انت فيه حاجة واجعك قوي فمش عارف تطلع المشاعر دي يا جواك موجودة حبك موجود لشريكك يعني شريك الحمل شريكك بيحبك لكن فيه حاجة منعاء ان هو يتكلم ويقول المشاعر لجواه لان هو عنده قلم شديد شديد جدا فليس اتكلموا حاولوا الحاجات المستخبية دي بقت خلاص السطاري ترفع وكل واحد يقول لجواه دي اه القراية العطفية لبرج الحمل قراية حلوة نهايتها باذن الله يا رب ان شاء الله حاجة في منتهى الجماد فرح باذن الله جاي اه احتفال في حاجة حلوة جدا وزي ما قولنا اتمام زواج او خطوبة الناس اللي مرتبطين المتجاوزين ممكن يكون في حمل لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة بمعنى هنبتح صبحة جديدة باذن الله ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يحمل ان شاء الله معلش عدينا بفتره صعبة بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيعودكم خير كنصر معي كنصر معي الله اكبر ماشاء الله يا لارا حلو جدا ده في حاجات حصلت بالفعل كويس قوي 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 الحمد لله زي ما قلتلكم اللي حاسس منكم انه هسويق عليه ظلم باذن الله باذن الله انتهى صار قريب قوي ربنا ربنا ما بيسبش حد مظلم ان شاء الله لو بعد ميت سنة هيرد عنكم الظلم ده ويرفعوا عنكم ان شاء الله اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئلة في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع الناس اللي بتطلقوا او على ما شارف طلاق او الحاجات اللي بتحصل دي عيلة بتتلم الناس اللي لسه متجوزوش بإذن الله حيتموا جوازهم يبتدوا بعيلة جديدة ان شاء الله بإذن الله ربنا يفرحكم يا رب تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصل فيها اي تغيير بسم الله الرحمن الرحيم لا بصوا ما فيش حاجة هاتتغير في الحالة المادية والله اعلم والله اعلم الحال المادية ممكن تكون لسه مزنقة بس زي ما قلتلكم في مساعدات جاية معلش نساعد بعض نساعد بعضين يا جماعة ان شاء الله هتبقى الدنيا احسن نشوف هل في انتصال او لا في برج الحمل الشهر ده بسم الله الرحمن الرحيم هو لا ما فيش انفصال لكن واضح ان في في طاقة من العقلانية يعني نحين المشاعر شوية وبنفكر بالعقل بس ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي ركنيها على جنب الحمل هو الحمل بصراحة طبيعته كده عملي جدا بس فراء مفيش ممكن يكون في عقبات او مشاكل